ترحب مملكة البحرين بموافقة البرلمان البريطاني على قرار حكومة المملكة المتحدة بتصنيف سرايا الأشتر وسرايا وعد الله وسرايا الله الإسلامية وسرايا الإمام المهدي وسرايا المختار وسرايا الحيدرية وسرايا الإمام كمنظمات إرهابية وتوضح مملكة البحرين بأن الأفراد المنتميين لهذه المجموعات الإرهابية يشكلون تهديدا خطيرا لأمن واستقرار مملكة البحرين ومواطنيها والمقيمين على أراضيها وهو ما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات للتصدي لهم وإذ تشيد مملكة البحرين بالمملكة المتحدة كأول دولة من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي النيتو تقوم بتصنيف هذه الجماعات الإرهابية مما يؤكد حرص حكومة المملكة المتحدة على محاربة الإرهاب والأيدولوجيات المتطرفة على المستوى الدولي فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ نفس الخطوات المسؤولة التي قامت بها المملكة المتحدة في الحرب على الإرهاب عبر تصنيف هذه المجموعات كمنظمات إرهابية وتشدد مملكة البحرين على أهمية استمرار التعاون الوثيقة بين الشركاء الدوليين لتصدي الحازم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره مؤكدة أن الحفاظ على الأمن الدولي يتطلب وضع استراتيجية متكاملة واتخاذ خطوات تنفيذية مشتركة لتحقيق هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر